جددت مصر وإيران رفضهم الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية وخلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على هامش المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جناف اتفقت القاهرة وطهران على تكتيف الجهود من أجل الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع اتساقا مع قرارات مجلس الأمن دات الصلة كما أكد شكري أن تعقد أزمات الإقليم يلقي بضلاله على جميع شعوب المنطقة معربا عن قلق مصر البالغ إذا أتساع رقعة الصراع وكذلك اتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر